سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قلنا الصورة دي بدأت بالتسبيح خذوا بل حضرتكم من اللطائف الجميلة في القرآن هتلاقي في أول صورة البقرة كده ربنا بيكلم الملائكة بيقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة ده بداية الكون بقى وبداية الخليقة بنا بيكلم الملائكة بيقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة كان رد الملائكة يا حضرات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء خذ بالك من اللي جاي بقى الملائكة لسا بتتكلم فبتقول لي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأنت عندك حكتين اتنين مهمين بتعملهم كمؤمن والملائكة بيعملوهم اللي هو التسبيح والتقديس إيه التسبيح وإيه التقديس التسبيح هو نفي أي حاجة وحشة عن ربنا واضح بمنتهى البساطة كده عشان ولدنا اللي سمعين دلوقتي يفهموني يعني ربنا له ولد؟ تقول لي أبداً لم يلد ولم يولد يبقى أنت نفيت الولد صح؟ عن ربنا ونفيت إن له أب صح؟ النفي ده اسمه تسبيح بتقول لي ربنا لا يعجزه شيء يبقى ده اسمه تسبيح ربنا لا يموت نفيت الموت عن ربنا يبقى ده اسمه تسبيح طب أعرفها إزاي؟ عارف السباحة؟ لما بننزل للبول باللغة الإنجليزية اللي وقع حمام السباحة أو البسين شوف إزاي؟ لما بتنزل أو بتنزل البحر أقول لك فلان بيسبح في المية إمتى بيسبح في المية؟ لو بعد عني لو هو واقف لو هو مسك في سلم حمام السباحة ما سبعش؟ صح ولا لأ؟ بتقول له يا بنسبح بقى اتحرق فلما تبعد عن الشط بنقول فلان سبح إنما اللي واقف مكانه ده في المية لا ما سبحش طيب يبقى البعد بعد ده سبح حلو قوي يبقى أي حاجة بنبعدها عن ربنا اسمها إيه؟ تسبيح جميل تبقى أي حاجة بنسبتها لربنا بنقول الله قدير ده اسمه إيه؟ تقديس الله غفور تقديس تعالوا نشوف كده إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي تقول لي ده اسمه إيه؟ ها بتثبت أن ربنا حي باسمه تقديس القيوم تقديس لا تأخذه سنة ولا نوم ها ده إيه بقى؟ تسبيح تقول له أنا ما بينامش ولا مقدمات النوم كمان بتنفي النوم ومقدمات النوم عن ربنا يبقى أي حاجة بتنفيها عن ربنا بتنزه ربنا عنها اسمه تسبيح أي حاجة بتثبتها لربنا ده اسمه تقديس من اللطائف القرآنية الجميلة يا حضرات إنه الصور اللي بدأت بالتسبيح سبعة والصور اللي بدأت بالتقديس برضو سبعة في القرآن كله يا سلام شفت القرآن جميل إزاي؟ شفت الإبداع إيه الصور اللي بدأت بالتسبيح؟ تلاتة منهم بدأوا بالفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض زي صورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض زي صورة الصف سبح لله ما في السماوات والأرض زي صورة الحديد دول ثلاثة يبقى ثلاثة بدأوا بالفعل الماضي واثنين بدأوا بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دي اسمها صورة التغابن والصورة التانية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم زي صورة إيه النهار ده إيه الجمعة صرت الجمعة يبقى كده كان صورة بدأ بالتسبيح قلنا ثلاثة بفعل الماضي واثنين بالفعل المضارع يبقوا خمسة وواحدة بفعل الأمر سبح ها فين ديت سبح اسم ربك الأعلى بدأت بفعل الأمر يبقى كده كان قلنا سدة والسبعة بدأت بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة طيب يبقى دول سبع صور بدأوا بالتسبيح ما بين ثلاثة بالماضي واثنين بفعل المضارع واحدة بفعل الأمر واحدة بالمصدر هتلاقوا بقى كمان انه في سبع صور بدأوا بالتقديس قلنا التقديس يعني ايه يعني اثبات شيء لله خمسة منهم بدأوا بالحمد صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فبنسبة الحمد لله بدأ تقديس وصورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جميلة وصورة الكهف اللي بنقرأه كل يوم جمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجه أخيرا سورة سبق وصورة فاطر الحمد لله الذي له ما في السماوات سورة سبق الحمد لله فاطر السماوات والأرض سورة فاطر حلو كده خمسة واثنين بالبركة اثبات البركة لله سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وصورة الملك كلكو حفظنها تبارك الذي بيده الملك يبقى أنت عندك سبع صور بدأوا بالتقديس زيهم بالضبط سبع صور بدأوا بالتسبيح اللي بديت القرآن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طيب يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحانه دا المصدر تسبيح ربنا سبحانه وتعالى نزه ربنا عن كل نقص سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبليئا بعبده لما قالنا بنبيه أو برسوله أو بحبيبه ومصطفى لأن أعلى مقام يا حضرات اسم مقام العبودية ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا شوفوا إزاي هتلاقوا أن أعلى وصف أعلى حاجة أنك تعيش عبد لله في سورة العلق ربنا نبي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى مين دا مين عبدا إذا صلى لو النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الجن ربنا نقول لي وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا شوفوا إزاي أعلى مقام أعلى وصف أنه ربنا يوصفك بأنك عبد لي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم دشرف والله العظيم شوفوا إزاي يا ربنا نقول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي يا سلام والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار يبقى وصف العبودية الووهبنا لداود سليمان داود أنجب وخلف سليمان من سليمان يا رب؟ النعم العبد شوفت؟ أعلى وصف يقول واذكر عبدنا داود يقول واذكر عبدنا أيوب فما أجمل أن يعيش المرء عبدا لمولاه لو عشت عبد ربنا هتعيش سعيد اللي يعيش عبد اللي غير اللق والله يتزل أقول لك أنا عبد المأمور هو المأمور هيروحه في داية شوفت إزاي؟ إنه بيقول تاعي سا عبده الدينار عبده الدرهم شوف اللي يعيش عبد للملذات والشهوات وللدنيا دا تعيس واللي يعيش عبد الربنا يا سلام دا الخير كله ياخد الخيرات كلها عشان كده هتلاقوا إيه الفرق ما بين عبودية الشخص لله وعبوديةه لغير الله في الدنيا السيد يأخذ خير عبده يعني الزمان كان فيه سادة وعبيد العبيد كان مهمتهم إيه؟ بيشتغلوا عند السادة عشان يحققوا طلبات ورغبات السادة صح ولا لأ؟ طيب إنما أنت عبد لله عشان ربنا ياخد مننا حاجة؟ ولا عشان ناخد منه؟ يبقى إحنا عباد لله اللي يعيش عبد لله نقول هذا العبد يأخذ خير سيده إنما اللي يعيش عبد للناس السيد هو الذي يأخذ خير عبده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اتوصف في القرآن بمقام العبودية سبحان الذي أسرى بعبدي دا كمان علمنا أحب الأسماء إلى الله قلنا له إيه؟ العبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله النبي اللي قال كده إنه واحد دي قوله نتاميه قوله أنا عبد الله نتاميه أنا عبد الرحمن